ازايكم يا حبيبي عاملين ايه؟ يارب تكونوا بخير وحشتوني كتير وعشان كده النهاردة بقى هعمل لكم فيديو حلوة اوي كلنا طبعا بنحتار هنأكل ايه كل يوم النهاردة بقى انا هعمل لكم اكلة حلوة اوي مش هتبطلوا وتعملوها اكلة كل الولاد بيحبوا طبعا البطاطس وكلنا بنحب البشاميل عشان كده النهاردة هنعمل بطاطس بالبشاميل اول حاجة هنعملها هنحمر البطاطس هنحط الزيت على النار ونبتدي بقى نحمر البطاطس انا المتوفر عندي البطاطس اللي هي بتبقى نص قلية او البطاطس الفرن هحمر بقى كمية مناسبة بحيث تقضي الصينية اللي انا هعمل فيها البطاطس البشاميل طبعا انتي لو ما عندك بطاطس عادية اللي هي بقى احنا بنحمرها في البيت مفيش مشكلة بتستخدمي البطاطس الفرن اتنين ينفعوا وأثناء بقى ما البطاطس بتتحمل هنبتدي نجهز الفراغ بتاعتنا عندنا طبعا صدور فراغ او عندنا بنيه هنبتدي بقى نقطعها قطع صغيرة بحيث تبقى حلوة كده بقى مع البطاطس والبشاميل وطبعا احنا كلنا بقى بنزهق من احنا نقعد نقول هنعمل اكل ايه فعشان كده انا حبيت ان احنا نخرج من من حيطة احنا على طول بنعمل مكرونة بشاميل نجريسكو كوسب البشاميل اا قلت نعمل حاجة اا الاطفال بتحبها يعني الاطفال بتحب الفراغ وبتحب البطاطس وفي نفس الوقت بيحبوا البشاميل وبعد بقى ما حمرنا البطاطس هنبتدي بقى نعمل الفراغ هنحط زيت وبعد ما يسخن هننزل بالفراغ عشان اا نديها كده صدمة فما تنزلش المياه بتاعتها خالص وبعد كده هننزل بقى بالتوابل التوابل لتاعتنا ملح وفلفل وبهارات فراغ وبابريكا وهنبتدي نقلبها كده لغاية لما نحس ان هي اا دخلت اا في السوا بعد كده بقى هنبتدي نحط عليها الاضافات بقى نحط فلفل رومي سواء كان فلفل اغضر او فلفل الوان انا المتوفر عندي فلفل اغضر هحطه طبعا لو عندنا فلفل الوان زيتون اا ماشروم عايزين تحطوا اي حاجة متواجدة عندكم او اي حاجة تحبوها تمام مش عايزين تحطوا اا وتخلوها فراغ كده لوحدها برضو دي حرية شخصية على حسب منتو تحبوها هبتدي اقلب كده عشان يبتدي بقى الفلفل برضو يدخل في السوا شوية اا وبعد كده بقى انا كمان متوفر عندي اا بقدونس البقدونس بيدي طعم حلو جدا اا مع الفراغ او اللحمة فعشان كده حبيت احط البقدونس ده برضو اختياري اا بعد ما خلصت الفراغ هبتدي اعمل البشاميل اا انا بحب اعمل البشاميل بزبدة بيديها طعم حلو قوي اا حط معلقة زبدة كبيرة وبعد كده هنزل بمعلقتين دقيق كبار واقلبهم في الزبدة كويس اوي اا انا عايزة البشاميل بتاعي يكون جوسي طبعا لو انت بتحبي البشاميل يكون تقيل زي برضو حرية شخصية بعد ما قلبت اا الدقيق في الزبدة هبتدي انزل بلتر لبن اا واقلبه كويس لغاية لما يفوق كده ويبتدي يعمل السمك اللي انا عايزة اا اا وانا بحب قلبه طبعا بالمضرب المضرب بيفوق اي بقى اا تشابك للدقيق فبيبتدي طبعا اا يخليه بقى حلو كده هوت ويوصل للسمك اللي انا عايزة ووطي النار خالص وبعد كده هحط برضو التوابل بتاعتي اا الملح والفلفل والبابريكا اا واقلبهم كويس اوي ووطي النار واصناء ما انا بعمل البشاميل اا بكون اا طبعا اا فتحت الفورن اا عشان يبقى صخن لما اجي حط البشاميل اا بحب احط بقى على البشاميل الجبن الموجودة عندي كلها نزلت بالموزاريلا والجبن الرومي وكمان عندي جبن كريمي بتدي للبشاميل طعم حلو جدا هقلبه برضو فيهم كويس اوي كده اا اا انا لسه ما وصلتش للسمك اللي انا عايزة فهفضل اقلب لغاية لما وصل اللي انا عايزة كمان عندي اشطة القشطة بتدي طعم طحفة جدا للبشاميل انا كده خلصت البشاميل هبتدي بقى اجيب الصينية اللي انا هعمل فيها وهدهنها بالتمنة اا وبعد كده احط طبكة بشاميل وانزل بالبطاطس اللي انا كنت همرتها وبعد ما نزلت بالبطاطس احط برضو اا معلقة بشاميل كده اا معلقة حلوة برضو بتدي طعم حلو جدا وبعد كده ننزل بالفراغ بتاعتنا نغطي البطاطس كلها بالفراغ بالشكل دوت اا اوزحها بقى حلو قوي في الصينية بحيث انها تكون وزعت في الصينية كلها اا وبعد ما نزلنا بالفراغ اا كلها هنبتدي بقى نحط جبنة موزاريلا الجبنة الموزاريلا ما بتتحط تحت البشاميل اا بتخلي بقى البشاميل كده يموت ويبقى حلو قوي وننزل بقى بطبكة بشاميل كبيرة زي انا قلتلك انا كنت عملاء جوسي طبعا اتي اا عايزين تعمله اا تقيل برضو براحك وننزل بقى بشوية جبن كده حلوين طبعا الموزاريلا برضو من فوق البشاميل اا كمية حلوة كده هتديها طعم حلو قوي وبعد ما زبطت الصينية وسوتها كنت قلتلكم طبعا ان انا اا فتح الفرن من قبلها عشان بعد كده بقى اا ابتدي ادخل الصينية بتاعتي الفرن واحطها في الفرن لغاية لما اا تدي اللون الدهب اللي انا عايزاه زي ما انتو شايفينها بالجمال والشكل ده اا شكلها جميل جدا حاجة كده فوق الوصفة تعالوا بقى نقطعها ونشوف شكلها وطعمها عاملين ازاي بصوا الجمال بقى البشاميل اللي باينه هن هو جوسي وحلو اهو والجبنة بتمط وحاجة جميلة جدا تحفة بصوا الجمال بقى اا عجبتني جدا وعجبت اللي في البيت كلهم وانتو لو جربتوها هتعجبكم ومش هتبطلوا تعملوها خالص وهي دي بقى كانت وصفة النهار ده صانية البطاطس بالبشاميل اا زي ما انا قلت لكم ممكن بقى تحطوا عليها اضافات تانية انا عملتها بالفراخ والفلفل الرومي الاخضر والبقدونس ممكن بقى تحطوا ماشروم ممكن تحطوا فلفل الوان زاتون اا جربوها لو عندكوا ااا طرق تانية جربوها وقرولي هتبقى عاملة ازاي ولو جربتو نفس الطريقة اكتبوا لي بقى كومنت اذا كانت عجبتكم وعجبت الولاد ولا ايه يارب بيكون فيديو النهار ده عجبكم ما تنسوناش بقى في اللايك وشير وسبسكرايب لو انتم لسه جداد في القناة والسلام عليكم